مباراة جديدة وفيديو جديد ومباراة النهاردة هتكون ما بين استراليا والدنمارك مباراة قوية هتحدد مين اللي هيصعد عايز اعرف رايكو في الكومنتيات تتوقعوا مين هيكتب ولا هيرسم الرسمة بقاتل احسابها على انستجرام وعلى الفيسبوك كرات وانقودة في سندوق الوصف جاهزين؟ يلا بينا رسمة جديدة وفيديو جديد ومباراة جديدة مباراة النهاردة قوية اوي ما بين استراليا والدنمارك الدنمارك فريق قوي واستراليا برضو عندها لعيبة قوية اوي فهتبع مباراة من الطرفين قوية عايز اعرف تتوقعوا مين هيكتب استراليا ولا الدنمارك وعندنا طبعا مباراة في نفس التوقيت ما بين تونس الخضراء وفرنسا مباراة قوية اوي برضو تونس لازم تكسب عشان تتأهل لازم تكسب منتخب فرنسا هنشوف هن منتخب فرنسا هيرعب بالتشكيل الاساسي بتاعه باللعبة القوية بتوعه كلهم ولا هيريح ناس لانه ضامن اتاه زي ما نشايفين نهاردة هنرسم عالمين استراليا والدنمارك هنعمل مستطيلين زي ما نشايفين وبعد كده نبدأ نرسم عالم استراليا وعالم الدنمارك هنبدأ اول حاجة نعمل خط بالعرض كده زي ما نشايفين ويكون في افصول من النص وزي ما نشايفين فاصل ده اللي احنا هنعمل به الخط اللي بالطول وهي بنكمل وطبعا خط اللي بالطول هيكون مائي لناحية الشمال مش في نص العلم بالضبط بالطريقة دي وطبعا بنخطى التقطيط خفيف عشان ما يسبش اثر على الورقة لان التقطيط يقيل لو جينا مساحنا او نيجي نعدل اي حاجة فهتلاقي ايه الالم الرصاص لسه معالم على الورقة مهما مساحت فعشان كده دايما بقول لكم خفيفه ديك وانتم بترسمه في التقطيط يعني خفيفه اكتر من اللي انا اصلا برسم به قدامكم عشان انا برسم بوضحه شوية عشان الكاميرا عشان التصوير ولكنتم ما بيكونش فيه تصوير فهتقدروا تخفيفه اكتر من كده زي ما نشايفين كده احنا عملنا يعتبر عالم الدنمارك نخش بقى على عالم استراليا وطبعا عالم استراليا معروف انه هو من اصعب الاعلام ولكن مش اصعبها ولكن من اصعب هو عالم ويلز وعالم استراليا وعالم ويلز وعالم ممكن كمان وعالم امريكا برضو دول من الاعلام الصعبة شوية ولكن طبعا بنسهلها على قد ما نقدر ونخليها بسيطة جدا 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 زي ما نشايفين بنعمل شكل بقى عالم استراليا عملنا مربع فوق الشمال كده او مستطيد وبعدك انا اعمل خط بالطول وخط تاني بالعرض وخط ميل من ناحية اليمين وخط ميل من ناحية الشمال وطبعا الخطوط دي هنلونها باللون الاحمر من النص يعني هيبقى من طرفين ابيض وفي النص احمر هتشوفها نعملها ازاي لما نخش في مرحلة التلوين طبعا اللي مش مشترك يشترك في القناة هنتخلص ونوصل 12000 مشترك دلوقتي احنا 11800 مشترك فاضل 200 مشترك ونوصل ال 12000 فهاشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان ينصلك اشعارات اول باول ولي مش هط لايك يحط لايك حاجة بسيطة ولكن متفرق في ان الفيديو يوصل لناس اكتر فهو هحطوا لايك وطبعا الكومنت الايجابي بتاعكم الجميل وارد على كل الكومنتات واللي عنده اي سؤال يسأل في الكومنتات وطبعا عايز اعرف رأيكم وتوقعكم المباراة انا اتوقعي المباراة استراليا والدنمارك المباراة هتخلص اتنين واحد لصالح الدنمارك فهنشوف بعدها وهنشوف هالة توقع اطلع صح او لا وزي ما نشايفين بدأنا نرسم في عالم استراليا وعملنا شكل النجوم طبعا نجوم مسلس فوق مسلس يمين فوق ومسلس شمال فوق ومسلس يمين ومسلس شمال ومسلس تحت على يمين ومسلس تحت على الشمال زي ما نشايفين بنعمل النجمة الخامسة برضو بنفس الطريقة مسلس فوق مسلس يمين فوق مسلس شمال فوق مسلس يمين ومسلس شمال ومسلس تحت على يمين مسلس تحت على الشمال نعمل خمس اشكال مينا زي ما نشايفين برضو الاماكن مهمة واحدة عليمين전� في العالم واحدة فوق واحدة تحت وواحدة في ناحية الشمال واحدة شمال شمال واحدة خلص تحت وفي النص نعمل نجما صغيرها goes off اصدقاء نجمة خامسية الي احنا عارفنا مسلس فوق مسلس يمين مسلس شمال مسلس تحت عليمين مسلس تحت على الشمال是不是 الس Operational مسلس تحت الحقم陀 لوج cuсти التعالyy فاكذا احنا احنا عملنا نجوم انخش بقى فى مرحلة التلوين هنجиб اللون archmarge علشان نلون علم الدينمرك العلم الدينمرك بسيط الالوان بتاعته هو لون واحد اللون الاحمر بس بنلون مربع الافgrlaw الافرع على اليمين وهل مربع لفق الاشمال مربع تحت عليمين مربع اللى تحت العشمال وطبعا علم stårاليا برده هيكون الصحيب اللون الاحمر ولكن احمر وازرق ادي الالوان بتاعته علم استراليا طبعا بنعمل مستطيل في اللون الاحمر يكون في النص في المستطيل اللي احنا عملناه بالطول ما يكون شمالي المستطيل خلي بالكم الهتة دي ما يكون شمالي المستطيل يكون عليمين من المستطيل في ابيض وعالشمال في ابيض والاحمر في النص فزي ما انتم شايفين برضو نفس الكلام المستطيل اللي بالعرض برضو مش مالي المستطيل على الاطراف بتاعته في ابيض هو في النص احمر ولكن على اطراف في ابيض بالطريقة دي ونعمل من الخط اللي احنا عاملينه بزاوية برضو نعمله باللون الاحمر يكون الاحمر كده من الطرف برضو يكون صغير زي ما ان شايفين طبعا يمشوا خطوة بخطوة محدش يستعجل لان الرسمة دي محتاجة في عالم استراليا محتاجة بس ايه هدوء كده وتفاصيل ودقة شوية ولكن الرسمة بسيطة ومش محتاجة تعايد طبعا لها نلون عالم استراليا باللون الازرق نجيب بقى اللون الازرق العادي طبعا دي الوان في المصر تقدروا استخدموا الوان جواش اقلام اكريلك اه الوان مائية اي نوع الوان تحبوه لكن انا بفضل الوان في المصر والالوان الخشب لان الالوان دي بالالوان البسيطة والسهلة كمان للمبتدئين واي حد بيستخدمها والاغلب بيكون عنده في البيت ياما الوان خشب ياما الوان في المصر فهي الوان شعبية ومعروفة وفي نفس الوقت مش صعبة وفي العلام انا بفضل الالوان في المصر لان الالوان الخشب انا مش محتاجة في العلام لانها جهد على الفاضي يعني الالوان في المصر هتفي بالغرض وفي نفس الوقت هتملاق مساحه اكبر فمش هتعبني لكن الالوان خشب هتحتاج مجهود في الضغط على الالم وسنار فايع فهتاخد وقت ومجهود اكبر ولكن في ناس ما بتحبش التأثير بتاع الالوان في المصر اللي هو انه يغمق حتة ويفتح حتة ولكن انا بشوف ان انا لو هعمل ضل ونور فانا لازم استخدم الالوان خشب ولكن لو مش محتاج اعمل ضل ونور وعايز لون واحد لون واحد درجة واحدة فعادي اقدر استخدم الالوان الف المصر طبعا بنسيب النجوم اللي في عالم اسطراليا بيضوا ولو انه ارجع لكم لو انه ارجعنا لكم الفي اس عملناها بالاصفر واعلم الدرمالك بالاحمر وسعالة اسطراليا والازرق بالطريقة دي ودي كانت رسمت نهاردة مستني رويكم في كومنتات وتوقعكم المباراة وما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة وروح امالول فالوانستجرام وعالفيسبوك راوت موجودة في صندوق الواصف ودي كانت رسمت النهاردة دا كان فيديو النهاردة اتمنى الفيديو يكون عجبكم لاعجبكم الفيديو لايك وشيروا واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باستانيشوا في صدقاتكم على الرسمة في صندوق الواصف هتلاقوا موجود الانستجرام والفيسبوك خشوا وبعاتوا الرسومات وهقولوا لكم رفيا اخطاء وهنشجعكم وهشايع الرسوماتكم فاشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة اشتركوا في القناة